السلام عليكم شباب انا دكتور محمد القبوشي واهلا وسهلا بكم طلاب الفرقة الاعدادية في كلية الهندسة ان شاء الله هنبدأ النهاردة اول لاب في مادة برمجة الحاسبات او اساسيات برمجة الحاسب ان شاء الله الكورس بتاعنا ده احنا هنشتغل في برو جرامنج باستخدام كلمات لاب احنا في اللاب ده بالنسبة لنا الاولاني ده هنتعرف كده على المتلاب الاول هنتكلم بس على شوية خفيف تمام ونعرف نشوف اه دي الجدول بتاعنا او الجدول الاعمال بتاعنا اللي هنشتغله او دي الحادات اللي هنعملها في اللاب بتاعنا ده ازاي استخدم المتلاب في عمليات الا او او ازاي استخدموا ككالكولاتور عموما كومبيوتيشن يعني في الحسابات ازاي اعمل ازاي استخدم الهلب بتاع المتلاب ازاي اعمل اا جينريشن اليرو فيكتور او كولنغ فيكتور او اعمل جنريشن لماتريكس آآ صفف عمود ديها ابعاد مسلا دينينشا الان في ان كان قيمة الام اي او الان اي ازاي ان انا عندي آآ فيكتور سواء رو او كولوم او ماتريكس ام في ان ازاي اعمل لها ترانسبوز وازاي اعمل جنريتينج لصب فيكتور او صب ماتريكس من فيكتور كان موجود او الماتريكس كان موجود وازاي ان انا اعمل ديليت لرو او كولوم او ديليت لايتم واحد بس عنصر واحد من عناصر او الماتريكس على حسب ان شغال وهنا تتطرق لشوية المهمة جدا 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 يستخدمها في الشغل كتير تمام آآ سواء في الشغل الكورس بتاعنا السنة دي او في التطبيق بالمتلاب بعد كده لما انت تتطرق للكلام ده في شغلك آآ سواء بعد التخصص بقى سواء دخلت اي قسم من الاقسام عن داسة المختلفة. تعالوا نبدأ ونتكلم. اول حاجة عندنا تعالوا نفتح المتلاب. المتلاب حررتك انت كراجل لسه مبتدق خالص او ما بتفتح المتلاب بيفتح لك ايه القوائم اللي قدامة دي. هنا اول قايمة قدامك تهمك جدا قايمة مين قايمة الكوماند ويندو. الكوماند ويندو اول ما تفتح القايمة دي هتلاقي عندك قدام منك ايه حاجة اسمها كوماند برومبت اللي هم علامتين الاكبر دول. وبعد منهم هتلاقي الكيرسور بتاعك عمال بيامل بلينكين كده اللي هو كأنه بينور وضفي جده. هنا بتكتب الكوماند بتاعك او الامر بتاعك اللي انت عايز ايه تنفلت. مبدئيا احنا هنتكلم في الاول ان انا هكتب الكوماند بتاعي هنا. تمام? لحد لما نوصل لما نحرد ان اعرفك يعني ايه حاجة اسمها سكريبت. يعني ايه حاجة اسمها فانكشن. ان انا بدل الكوت بتاعي ما بكتبه هنا. يعني انا الكوماند ويندو ده دي مفروض الشاشة بتاعة التنفيز. يعني ايه شاشة التنفيز? يعني انا اي امر موجود في فايل اسكريبت او في فانكشن او كلام من ده. بنفز فين? بنفز هنا. تمام? فيحنا مبدئيا هنكتب الكود هنا وننفز هنا لحد ما ناخد يعني ايه اسكريبت? ويعني ايه فانكشن فايل ونشوف بنكتبهم مزدد. طيب احنا عارفنا ان انا الكوماند ويندو هنا دي دي اللي بكتب فيها الامر وانفزه. تمام? وفي عندي حاجة مهمة اسمها الوركسبيس. الوركسبيس دي اللي بتخزن فيها اي متغير بعمل له جينريشن او ديكليريشن او اه بعرفه للبرنامج بتاعي فبيتلاقي الامر بتاعك ده او المتغير بتاعك ده بقى موجود اسمه والفاليو بتاعته تمام? والصايز بتاعته او بتاعه موجود هنا. تمام كده? تمام? هنا بالنسبة لك ده ده او اه الديريكتوري بتاعك ده ده اه اه نقدر نقول الفايلز اللي انت ايه? اللي انت فاتحها باستخدام مين بستخدام المتغير. في عندي حاجة هنا كمان اللي هو ده مين ده كده الهيستوري. ان انا اي اوامر قديمة انا استخدمتها قبل كده بتلاقيها ظهرة معك في الهيستوري ده. ولو انت فاتح فايلات معينة الكاتف فيها اوامر زي كده اهو ده او ده او ده او ده. ده اللي احنا بنسميه بس خليه الوقت لما يجي ايه انا بنشرح. طيب احنا خدنا ايه? اه تعريب بسيط على مين على المثلات. فوق طبعا القوائم دي شريطة القوائم ده على حسب اي حاجة انت عايز تعملها ان انت تعمل نيو فايل اه تفتح ملاقة قديم تسايف بالشغل اللي انت عملت والكلام ده كله. ولما نيجي وقته ايه? هنعمل. هنستخدمه. فيه الرام كمان ان انت بتاعتك وتدوس على مين على الرام. سبنا بالكلام ده كله خلينا ايه? نبدأ خطوة خطوة الاول ونفهم ايه اللي احنا محتاجينه بالنسبة لأول لاب او اول معمل. اول لاب او اول معمل انا هستخدم فيه مين? في الكماند ويندو وهستخدم فيه الورك سبيس وفاقت. تمام? لاب انا هنا اول لاب بالنسباني انا محتاج فيه الكماند ويندو ومحتاج فيه مين الورك سبيس. طيب اول حاجة انا عايز اعرفها في اللاب بتاعي ده ان انا ازاي استخدم المتلاب كايه ككالكوليتر او استخدمه في عملية ايه? اللي هي الحسابات. المتلاب سهل قوي ان انا استخدمه ايه? ان انا استخدمه في ايه عملية حسابية. يعني مسلا هقول لك واحد زائد اتنين في تلاتة. هدي ايه عملية حسابية ايه? واحد زائد اتنين في تلاتة. تمام? تمام. لو دست ايه? كذبت الكلام ده كده وحتي جاي دايس مين? دايس انتر. رجاي متلع لي الانصر. الانص يساوي. مطلع لي حسب لي القيمة دي. اللي هي كان واحد زائد الاتنين في تلاتة. طيب. هنا بقى السؤال اللي مفروض تسأله لنفسك. هو شغال باولوية التنفيذ ازاي? يعني انت لو جيت خدت بالك كده هل هو هنا بيجمع الواحد زائد الاتنين الاول وبعنين الربح في التلاتة? ولا بيعمل الاتنين في التلاتة وبعد كده يجمعها ولا ماشي ازاي? احنا في المحاضرة لو تفتكروا احنا قلنا ان انا عندي ايه؟ عندي اولوية للتنفيذ. ايها اولوية التنفيذ? اولوية التنفيذ ان اول حاجة ما بداخل الاقواس. تمام? طيب. انا عندي هنا اقواس? لأ ما عنديش اقواس. لانا كده ايه? دي مش موجود. طيب تاني حاجة. تاني حاجة اللي انا عندي ايه? عندي لو عندي حاجة اسمها باقي الاسم والضرب والاسم. باقي الاسم والضرب والاسم. طيب باقي الاسم والضرب والاسم. في عندي ضرب هنا? اهو في ضرب. انا اول حاجة رو هاو عملها مين? عملية الضرب. عشان كده هو قال لك اتنين في تلاتة بستة. وبعد كده في عندي اسم? لا. عندي في ضرب تاني? لا. في عندي باقي اسم? لا. نبقى روح يوم بعد كده ايه? نشوف العملية اللي بعد كده بقى اللي هي الاولوية اللي بعد كده اللي هي الجمع او الطرح. الجمع او الطرح بالنسبة لي لهم مين? اهو الجمع او الطرح. انا ايه طلعت نتج العملية دين دي هو ستة. اجمع عليه الواحد بقى كام بقى سبع. يعني لو كانت بتعمل طريقة تانية هتختلف. اه تعال انجرب. بص. ادي اهي. ورح تجاي ايه? انت لك ايه? انت لك احطي لي القوس. حوالين مين? حوالين الواحد زائد اتنين. واحد زائد اتنين في تلاتة. يبقى انا في الحالة دي اول حاجة هيعملها مين? ما بداخل الاقواس. مين ما بداخل الاقواس? واحد زائد اتنين. الجمع كان تلاتة. بعد كده هيروح ينفذ اللي هي الاولوية اللي بعد كده. مين الاولوية? ضرب او اسمة او بقى اسمة. ضرب او اسمة او بقى اسمة. اه اللي هو الضرب في تلاتة. يبقى تلاتة في تلاتة. الجمع كان تسعة. يبقى عنص ينسوا يبقى انا دلوقتي لو جيت قلتلك واحد زائد اتنين في تلاتة زائد خمسة على واحد زائد او خليها مثلا تلاتة مينس اتنين تلاتة مينس واحد ونص عشان تبقى واضح بص بقى انا عندي هنا ايه انا عندي هنا الاول الاكواس ايه تلاتة مينس واحد ونص وعندي عملية اسمه وبعد كده عندي عملية ضرب وعندي جمع وجمع طب يعملها ازاي اول حاجة هيروح يعمل ايه هيروح يحسب ما بداخل الاكواس ويطلع قيمته ويحطه هنا ثم بعد كده هيروح يعمل ايه هيروح يبص في اولوية تاني في اسمه وفي ضرب يوح ياخد منين ياخد من الشمال ياخد الضرب يجيب قيمته وبعدين ياخد الاسم يجيب قيمتها يبقى العملية بترتيب الاعمال كده بالنص اول خطوة يحسب ما بداخل الاكواس تاني خطوة يروح ينفذ عملية الضرب تالت خطوة يروح ينفذ عملية الاسمه بعد كده يروح يجمع الواحد زائد ناتج عملية الضرب بعد كده الناتج العملية دي يروح يجمعها على ايه على ناتج عملية الاسمه يعني معنى كده يا دكتور انت اصدر بتقول ان هو بينفذ من الشمال بالزبط بس بينفذ من الشمال امتى مع ترتيب الاولويات بمعنى عمل ندوس انتر كده تمام الناتج بتاعك كان 10.33 لما تحسبها بنفس الكلام اللي انا بقوله هتلاقيه هو عمل نفس الكلام ده بالزبط تمام يعني مسلا لو افترضنا عشان تبقى انت سهل تعملها هنقول مسلا اتنين هنقول هديده ماbrandه هاي؟ فرنقول هنا مسلا اتنين تمام. خمسة على التنين فه كام هو هنا المفروض نرفز مصل مبير الداخل الاكواس الاول بعدين كانت تانين في تلاتة بستة ستة زائد اتنين ونص ستة زائد اتنين ونص يدي كام تمانية ونص زائد واحد يبقى كام سبعة ستة زي اتنين تمانية زي اه اتنين ونص تمانية ونص زي الواحد يبقى تسعة ونص اهي تسعة ونص تمام كده يبقى احنا كده اتعلمنا لحد دلوقتي ان انا اقدر استخدم المكلاب في عملية ايه جمع وطرح وضرب واسمك اللي هي عملات حسابية وفي عملات حسابية يبقى انا في عندي ايه في عندي اولويات اول اولوية ما بداخل الاقواس ايا كان ما كانها فين بقى ما كانها في البسط في المقام في النص في اليومين في الشمال في اخر المعادلة ايا كان يبقى ما بداخل الاقواس الاول بيحسبها ثم بعد كده بيحسب الاولوية اللي بعد كده الضرب او الاسمة او باقي الاسمة حاجة اسمها ايه اللي احنا اللي احنا اتكلمنا عليه في الفلوتشار عنده ده فانكشن اللي بتعمل اسمها ايه? مود. مود دي معناها ايه? معناها باقي الاسمة. وهنشوفها كمان شوية. تمام? يبقى انا عندي اول اول خطوة ايه هي? ما بداخل الاكواس. تاني خطوة باقي الاسمة. والضرب ومين والاسمة. تالت خطوة اللي ايه? الجمع او الطاق. طيب. تعال هنشوف حتة اللي انا بكلمك عليها دي اللي هي باقي مين باقي الاسمة. عملنا ونعمل هفترض قبل ما اقول باقي الاسمة هنتكلم على مين على المتغيرات الاول عشان ايه? عشان ده بتاعها وبعنا نستخدم باقي الاسمة. المتغيرات بتاعتنا احنا قلنا في المحاضرة اللي هو اننا لو عايز اعرف متغير يعني ايه متغير? متغير ده حضرتك دلوقتي عايز تامل عملية الجامعة والطرح والضرب والاسمة اللي انا طبعنا نتكلم تعمل شوارد. القيم اللي انت تحطها دي قيم سابقة. طب افرد انت عندك برنامج بقى هتكتبه. والبرنامج ده هي ايه? هياخد من مستخدم القيم. يعني ايه? زي ما اتفعل انا في البرنامج مسلا كنت بحس بمساحة مستطيع. الاول بتاع البرنامج مين? المساحة. طب الانبود بتاع البرنامج الطول والعرض. طيب في كل مرة في كل مرة المبرمج في البروجرام من جوه هيحط هو الطول والعرض? لأ طبعا. وايه البرنامج يبقى مقفول? طب يبقى ايه الحل? انا عايز البرنامج ده يبقى متاح لكل المستخدمين يستخدموه. بمعنى بمعنى ايه دوتر انا مش فاهم? بمعنى ان انت عايز البرنامج يبقى فور والفورم ده جاهز والفورم ده كده بيبان لكل الناس. والمستخدم هيدخل لك. شوف الكلمة هبقى لها? هيدخل لك قيمة الطول للبرنامج وهيدخل لك قيمة العرض للبرنامج وبناء عليه البرنامج هيحسب الحزبة بتاعته اللي هي المساحة ويطلع لمين يخرج للمستخدم تاني قيمة ايه المساحة. لحد كده احنا فاهمين ان انا هدخل للمستخدم لبرنامج قيمة طول وقيمة عرض. هيطلع لي ايه? هيطلع علي مساحة. طيب المستخدم هيدخل القيم دي هتروح فين? اهو حتة بقى هتروح فين دي? هي دي اللي احنا بنسميها في الشغل بتاعنا كمبرمجين المتغيرات او بمعنى ايه? بمعنى ان انا بعرف حاجة للبرنامج اسمها متغير او المتغير او المتغير او ده ده البرنامج ده بيروح يحجز لك مكان في الذاكرة بتاعت الكمبيوتر في الميموري المكان ده ليه عنوان وبيتحط فيه قيمة. تمام كده? المكان ده تمام بمجرد ما انت تقول له اسم المتغير كزا وتحط فيه قيمة ابتدائية كزا بقى ليه ايه? بقى ليه قيمة وتحجز له مكان في الميموري بتاعك. وهتلاقي اسمه وقيمته ظهرولك فين في الوركس بيس. يعني مثلا هقول لك اكس او اسم المتغير بتاعي وحطت فيه خمسة وسيمي كورو. اكس يسوي خمسة يبقى هوا ودوس انتر كده هلاقيه راح فحجز لي مكان في الميموري اهو. تظهر لي فين? تظهر لي في الوركس بيس بتاعي. اسمه اكس والفاليو بتاعته كان خمسة. بص لما شاور هنا. تمام? نقيته ايه? ايه اللي ايه? وان في وان ودابل. يعني ايه الكلام ده? يعني المتغير بتاعك اللي اسمه اكس ده قيمة واحدة بس اللي هي سكيلر. يعني الابعاد بتاعت المتغير دي واحد في واحد. واحد صف واحدة عمود يعني قيمة واحدة بس. ودابل دي هتكلم عليها كمان دقيقة. بس خمسة نمشي الاول ايه? بالسيكوز ايه ما متكلم فيه. انا قلت لك ايه? قلت لك ان هو حجز لك في الميموري اهو حجز لك في الميموري. متغير اسمه ايه? اسمه اللي بتقوله اللي هو اكس. وحطي لك فيه القيمة اللي بتباقيها اللي انت ايه? بتتهاد. يبقى كده بقين عارفين ان ايه المتغير ده? ده مكان موجود خاص في الميموري. واسمه اكس. اول ما تيجي انتك ندي في الكومان دو ويندو اهو كتبت اسمه بس. ودوس انتر. راح ما ظاهر لك مين اكس يساوي والقيمة بتاعه. يبقى نفز لك بطلع لك الاوت اهو اكس يساوي خمسة. يبقى انت وقت ما تستدعي اسم المتغير هو بيتطلع لك بيستدعي لك مين? القيمة اللي جوا. طيب. هل ان انا متاح عندي ان انا اعرف المتغير باسم القيمة اللي جوا بس? لا. انا ممكن اعرف المتغير باسم القيمة جوا دي طريقة. في طريقة تانية اقول لك مسلا واي هيساوي خمسة. شوف بقى الحتة اللي جاية دي. شوف اللي هيزهر. خمسة اكس زائد واحد. ودوس انتر. قال لي ايه? قال لي ايه? ايه اللي عندك? خمسة اكس قالك هنا في يعني ايه? يعني انا متعود لما اجه اشتغل في الماس او في الحساب بتاعي او طول عمري في المعادلات قبل كده كنت بعمل ايه? خمسة اكس زائد اتنين واي زائد تلاتة زد بيساوي اا 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 ان مسلا. دي معادلة. احنا متعودين ان خمسة اكس ان الخمسة دي مضروبة في الاكس. لا او مايفهمهاش الكلام ده. لازم تعمله ايه? لازم تقول له خمسة او هشوفه ايه راح. صح حالك ازاي? قال لك دي دي يومين? هل تقصد واي بيساوي خمسة في اللي هي الاستك رقمت الاستك دي يعني ضرب في اكس. عندك الاكس ومضروبة في الخمسة زائد الواحد. وهنت دايس ايه? انتر? هيحسب هذا. يبقى انا دلوقتي عندي اول طريقة ان انا اقول له الاكس بيساوي قيمة. تانية طريقة ان انا يبقى عندي يعني معادلة واحسب منها قيمة المتغير ده بيساوي طرف يمين في معادلة. بس بشرط. ايه الشرط اللي عندي? ان كل المتغيرات اللي هتبقى على الينين تبقى انت ميديها قيمة ابتدائية قبل كده. لان انا مش هينفع احسب الواي وانا مش عارف الاكس. لانا هيحسب الواي ازاي? مش هيمشو. استحالة يعني انا جديد قلت لك مسلا زد هتساوي اا تي زائد واحد. هيجي يقول لي ايه? هقول لي مين التي ده انا تمام. لحد كده انا خدت ايه? انا خدت حاجتين? خد ان انا ازاي اعرف الاكس او المتغير لفاليو اسم المتغير يساوي القيمة اوتوماتيك. في القيمة اللي هو المتغير. بمعنى. بمعنى في لغات البرمجة التانية كنا بنعمل ايه? لازم عشان اعرف متغير لازم اعرف له اسم المتغير واعرف له نوع الديتا اللي جوه المتغير. المتلاب بقى عنده الباور او عنده القوة او عنده الميزة ان انت بمجرد ما تقول له اسم المتغير والقيمة اللي جوه هو اوتوماتيك راح عمل الكلام ده كله مجر ما انت تقوله. عارف القيمة اللي هتجوه هتبقى ايه هل هي رقم ولا كرطر حرف ولا ولا من انهي نوع. تمام? وهو عرفه اوتوماتيك عنده. تمام? وراح جاي بعد كده عامل ايه بقى? وراح جاي حاجز لك المكان في الزاكرة بتاعته وراح جاي حتطلق بقيمة اللي انت حتطلقه في المكان ده. تمام كده? تمام. يعني معنى كده يا دكتور انت عايز تقول لي ان كل متغير من دول ليه نوع? اه ليه نوع. يعني معنى كده يا دكتور ان كل متغير من دول ليه مساحة معينة في الميموري في الزاكرة طبقا لنوع? اه طبعا. طبعا اعرف الكلام ده ازاي? في عندي اسمها ايه? اسمها دوس عليها كده انتر. هتبقى بتعرض لك كل الموجودة في مش قيمها بالتفاصيل بتاعتها. اللي هي ايه التفاصيل بتاعتها? تعالا نشوف. اهو. اعرض لك النيم اسم والسايز بتاعها اللي احنا كنا قسنا نقول هل هو سكيلر ولا واحد في واحد يعني ده سكيلر كما واحدة بس. والبيتس بيشغل جوه الميموري قدي ايه? والكلاس بتاعه. الكلاس بتاعه ده اللي هو النوع. النوع يعني ايه? بالنسبة لي رقم يبقى دابل. تمام كده? الدابل ده اللي هو ايه? رقم صحيح او رقم عشري. تمام? والسايز بتاعه جوه الميموري كان? تمانية بلس. تمام? يعني معنى كده انا ممكن اعرف متغير من نوع كاراكتر اه ايه المشكلة? دعا نقول مسلا اهام سي هيساوي وتعمل سينجل كوتيشن اهي سينجل كوتيشن وحط جواه اي حرف. اي حرفة مسلا جي. ودوس سيني كورن اهو. قال لك عرف لك متغير جديد اسمه سي. تمام? لو جي الحرفة ايه اهو. بص واحد في واحد وقرط. يعني انا معنى كده. ان انا ممكن يبقى عندي اهو سي اتنين اسمه متغير جديد اهو. تمام? بط فيه مسلا اهو. بص بقى. عرف لي متغير جديد اسمه سي اتنين. بس بص خلي بالك بقى من لحظة اللي جاية دي. بص بتاعته بقى كان? واحد في سبعة. ايه السبعة? بص بقى. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. طب بص كده. لو جينا كتبنا مين? لو جينا كتبنا بص بقى. السي الواحده كان اربعة. السي الواحده كان ايه? بايتس واخد اتنين. تمام? واخد اتنين للايه? للحرف الواحد. طب لو انا دلوقتي عندي سبعة. اتنين في سبعة بكام? اربعتاشر بايت. يبقى اتنين في سبعة بكام باربعتاشر. يبقى انا لو حرف واحد بس وحيد هياخد كام? هياخد اتنين بايت في النمو. طب الرقم بتاعك اي رقم هياخد كام? هياخد تمانية بايت. يبقى هنا كل ما تزود يبقى خلاص هو ايه? الخانة دي اتنين بايت. في الكراكتر. الخانة دي اتنين بايت. الخانة دي اتنين بايت. الخانة دي اتنين بايت. يبقى ايه. حرف الواحد بيتخزن الكراكتر بكام? اتنين بايت. تمام كده? انا كده اخدت ايه? اسم المتغير لازم يبقى بحرف. لازم يبقى بحرف. ممكن يبقى مكس بحروف وارقام. ممكن يبقى حروف بس. تمام كده? لانا لو قلت لك واحد سي يساوي سبعة تمانية تسعة. بص اقول لي ايه? اسم المتغير لازم يبقى بادئ بحرف. لازم يبقى بايه? بحرف. ممكن يبقى كل حروف. ممكن يبقى حروف وارقام. ممكن يبقى ايه? حروف وارقام. تمام كده? تمام. تمام تمام تمام. احنا كده عرفنا ازاي اعرف متغير. اعرف متغير اسم ويساوي وجنب منه بقى. جاء اما قيمة. جاء اما اللي هو معادلة. ان فيها تانية فبحثت منها كمية المتغير ده. او ممكن تبقى دلة رياضية. اعنى سانا اقول لك ايه? لو قلنا مسلا اا زد يساوي سين. وحطط لك مسلا ايه? ستين. ودوس ان. حسبها لك ايه? اللي هي مينوس جازت تاتة على اتنين. يبقى لحسب ده. ممكن تبقى اي دلة. تمام? دلة رياضية. او معادلة. اللي هو او قيمة. اللي ده كده تعريف ايه? تعريف المتغيرات. واتكلمنا ان من المتغيرات لها انواع. هنتكلم ان هو الاشهر بالنسبة لنا الدبل والكاركتر. الكاركتر لو حرف واحد بس بيشغل اتنين بايت لو حرفين بيشغل اربعة. زي مسلا المسال اللي احنا شرحناه في اا الفيديو بتاع التمرين. اللي هو انها كلمة اللي هو فدول كده بنسبة له هو حسبهم على انهم فحسبها لك ان هي اربعة بايت. تمام? لكن هنا بالنسبة لك لما احنا حطينا حرف واحد فهو حسبه اتنين بايت. لما حطيناك كلمة محمد اللي هي محمد فهي حسبها لي سبع حروف في اتنين بايت فالصائز بتاعها بقى اكام بقى اربعتاشر اهو. واحد فاربعتاشر. الصائز بتاعها. واحد فسبعة. فيبقى الصائز بتاعها كام? لما نيجي نعمل في الميموري يجيك كام? يجيك الصائز بتاعها اربعتاشر بايت جوة الميموري. طيب. كده احنا خلصنا موضوع الفاريبل. اذا عرفت ازاي عرف الفاريبل. عرفت ازاي استخدم المثلاء في عملية الحسابات الكمبيوتيشن او استخدمه كالكوليتر. وعرفنا انه في عندي اولويات في التنفيذ. نفس نفس الاولويات دي في التنفيذ بالنسبة هي نفسها لو هتكلم بها كمعادلة على متغيرات. يعني هنشوف كمان شوف. طيب انا كده خلصت مين? خلصت الجزء الاوليني. نستخدمه كالكوليتر. وخلصت ان انا عرف متغيرات. عايز استخدم الهم. لو جيت في عندي امر اسمه ايه? اسمه هلب. امر اسمه هلب ده معناه ايه? ان انت عندك فانكشن معينة شفتها في المتلاب بتاعك وانت مش عارف ايه الفانكشن دي بتعمليه. سهلا المتلاب فيه من الباور او القوة ان هو يساعدك. يساعدك ازاي? تستخدم امر اسمه هلب. مسلا انت عندك حوز مسلا اللي احنا بنستخدمها دي. اهي. كتبت الهلب واسم الفانكشن انت مش عارفت. ودوس ايه? بص راح جايزة هالك ايه? هالك حوز ليست بيعمل قيمة بالمتغيرات الحالية يعني ايه? ان هم بيقول لك ان ليه? ان الهوز دي بتعمل لكل موجودة في وبيه بالتفاصيل بتاعتها ايه هي? والبيت اهو كان في كان والبيت والبيت مساحتها جوه الميموري قدي ايه? والكلاس بتاعتها اللي هي الكاركتر ولا ده. الى اخير. تمام? ماشي. الكلام ده جميل. يبقى احنا الهل بيساعدنا كتير لو انا ايه? لو انا مش عارف ازاي استخدم معينة والفانكشن دي مش عارف معناها ايه. هتلاقي هنا كمان بص كتب لك كده ايه? يساوي اس اس يساوي الهوز ده بتريترن كزا. لو كتبت الهوز لوحدها بتعمل كزا. لو كتبت الهو لوحده بتعمل كزا. طيب. لو ديت انا قلتلك هو. هو دي شكل مبسط من الهوز يعني ايه? يعني هو من غير الاس هتعرض لك اسامي المتغيرات فقط اللي موجودة جوا مين? جوا اهو. تمام كده? تمام. دعالوا بقى نخش على ايه? على حاجة جيدة. امر اللي انا عملا اه انا نصح بيه الشاشة دي بها خلاص احنا تلقى يعرفنا ان كلمة بيجامل ايه? بتمسح لي تمام? الخطوة اللي بعد كده انا عايز اعمل ايه? ازاي اتعلم ازاي اعمل جينيريشن برو وكولوم فيكتور وماتريكس ام في ان ماتريكس. احنا نشوف. احنا تعرضنا في المحاضرة ايه? ان انا عندي المصفوفات انواع. يا اما صف مصفوفة صف او مصفوفة عمود او مصفوفة صف في عمود اللي هي ايه بنسميها تو دايمينشن. يعني الصف لوحده دا وان دايمينشنال. عمود لوحده دا وان دايمينشنال. طيب صف في عمود دي ايه? دي تو دايمينشنال. هفترض مسلا ان انا هسمي فيكتور في واحد. بيساوي. عايز الصف داي بقى ايه? في قيم اتنين اربعة خمسة ستة تسعة وهكزا. باجي اعمل ايه? بكتب اسم الفيكتور اللي انا هشتغل بيه. يساوي اللي هو الشكل ده. سكوير براكت ده. خص المربع ده. وابتدي اكتب اول عنصر عندي في مين? في الفيكتور دا. سيه مسلا اتنين. طيب. حطيت الاتنين. عايز اكتب الايه? الاليمنت اللي بعده. في عندي طريقة من اتنين. يعمل مسافة واكتب الاليمنت اللي بعده مسلا سيه خمسة مسافة تمانية مسافة تسعة مسافة اربعين مسافة تمانية 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 مسافة آآ زيرو مسافة اتناشر مسافة ستة مسافة سليب واحد وهكزا. وبعد كده روح جاي ايه? قافل القوص. لو انا عايز الفيكتور دا يتعرض لي في الكوماند ويندو ما حطش بعده سيمي كولو. هيتخزن لي في وورك سبيس. وهيتعرض لي في الكوماند ويندو. ازاي? اهو. اتعرض لي في الكوماند ويندو. وتخزن اهو. في واحد اهو. تمام? اجيب بساطة عليه ايه? يعني العناصر اللي جوها من النوع دابل. تمام? اللي هو سواء انتجر او عشري. وكان. والسايز بتاع واحد في عشرة ايه? يعني صف واحد اهو. صف واحد في كام ايه منت عشرة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. طيب عشرة ايه? عشرة ايه? طيب افرض بقى ان انا الطريقة التانية اهو. دي اتنين. دي اتنين. ايه الطريقة التانية يا دكتور? حط كومة. دي بكل عنصر وعنصر. كومة. 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 بوين سيكس. كومة. زيرو بونت فايف. كومة. ماشي وحط لك ايه? سيمي كولوم. ودوس ايه? انت. بص عمل ايه? هو هنا سيفولي فولي اتنين اهو. تمام? ومن نوع دابل برضو واحد فعشرة. رغم ان انا حطت فيها علامات عشرية اهو. تمام? يعني فيها حط رقم عشري. يبقى هي يبقى الرقم الانتجر الصحيح والعشري هو بيحسبه كله على ان هو رقم ايه? من النوع دابل. تمام? اتسيف هنا بس ما تعرضش في الكماند ويندو. طب انا لو عايز اعرضه في الكماند ويندو في الكماند ويندو. اكتب اسمه. في اتنين ودوس انت. رح عارضه لي. فلما عارضه لي تاخد بالك بقى من حاجة. طالما انت حاطت ارقام عشرية رح جاي ما خليك كله ظاهر عنده على ان هو ارقام عشرية. ليه? لان ما ينفعش تخلي. بص كما اقولها. تخلي نوع ايه داتة اللي موجودة جوه. او الماتريكس. نوع ميكس. يعني ايه? يعني لو هو رقم عشرية يبقى اقول لها ارقام عشرية. لو هو رقم صحيح يبقى لها ارقام صحيحة. لو كلها حروف يبقى كلها حروف. بتاخد بالك من التفاصيل الصغير يا ربي. ان انا ما ينفعش اعمل مصفوفة ميكس. ما ينفعش اعمل ماتريكس ميكس. ما ينفعش اعمل فيكتور ميكس. طيب. ده كده لو انا عايز اعمل ايه? لو انا عايز اعمل رو فيكتور. يعني صف واحد ومكون من الامنس كتير اللي هي ايه اللي هي اعمل انا عايز اعمل رو عايز اعمل كولوم قصد فاجأ اقول له طالما كولوم بس انا اخليه في تلاتة يساوي عندي طريقة من اتنين جاقول له العناصر اللي جوه بينهم سيني كولوم اللي هي الفاصلة المنقوطة بتاعتك دي خمسة سيني كولوم سبعة سيني كولوم تسعة سيني كولوم تمانية سيني كولوم اربعة وهكذا ودوس انتر اهو عملها لي عمود فهو عمود واحد بس كام صف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى ده كده الديمينشن بتاعه ايه خمسة في واحد ده كده في ايه بتلاتة اهو دوس الديمينشن بتاعه خمسة في واحد من نوع ضبط طيب الطريقة التانية يا دكتور الطريقة التانية اقول لك مسلا بيه اربعة يساوي واجه اقول لك مسلا العنصر الاول كان بتلاتة طبعا عايزك العنصر التاني كان سبعة انتر العنصر التالت كان تمانية العنصر اللي بعده اتنين العنصر اللي بعده كان اربعة ماشي بعد كده تسع وبعد اخر ايه منت اللي هو جايه اعمل ايه بتاعي ولو جايه ايه عايز ما يكونوا ان يتعرض يتعرض ما يتعرضش وتسايف في الوركس بيس او دوس انتر فهتعرض لي في الكماند ويندو اهو اتعرض لي في الكماند ويندو. لحد كده جميل قوي. تمام? عرفت ازاي يعمل رو وازاي يعمل كولو. طيب ازاي يعمل بقى مصفوفة صف في عمودة. المفروض ان انت فهمت اللعبة. من قبل ما اتكلم. ايه هي? مسلا هافترض ان انا هعمل مصفوفة اسمها ايه? والايه دي? تلت صفوف في تلت عمودة. هعمل ايه? خلاص? اقول لي سهلة. الصف الاول مسلا اول عنصر في كان اربعة. بعد كده كومة العنصر التاني خمسة. كومة العنصر التالت سبعة. اللي بعد كده ايه? هتنقل لسطر جديد. اللي هو الصف التاني. يبقى سيمي كولون. بعد كده الاول في الصف التاني كان تمانية. بعد كده خمسة. بعد كده سبعة. بعد كده هعمل ايه? سيمي كولون. هتنقل مين? للصف التالت. تسعة كومة خمسة كومة اتنين. كده خلصت. وراح جاي اقافل بايه? بالسكور براكت. وادوس اعمل لي المصفوف ايه? اللي هي ايه? تلت صفوف في تلت اعمل. يبقى احنا كده عارفنا ازاي مصفوفة ام في ام. ايا كان بقى ايه? كم صفف كم عمود. بعمل الاول اللي هو الاربعة ده اهو. والالمنت اللي بعده ما بينه من بعض كومة او مسافة. والالمنت اللي بعده ما بينهما وبعض بعض كومة او مسافة. عايزة تنقل ايه? للصف الجديد. اعمل ايه? سيمي كولون او انتر. نفس اللي كنت بعمله فوق بالزبط. بعد كده الاولاني في الصف التاني اهو. وبعد كده كومة الالمنت اللي بعده اهو. كومة الالمنت اللي بعده اهو. طب عايزة تنقل لصف جديد. سيمي كولون. وبعد كده اكتب اللي ايه اول في الصف الجديد. اهو تسعة. وبعد كده كومة اللي بعده. كومة اللي بعده. هو هكذا حد ما خلص المصفوفة رجاء قفلها بنين. راكت بتاعي. طيب انا كده تعلمت كم حاجة تعلمت ازاي اعرف متغيرات. وعرفنا يعني ايه متغير. وعرفنا ازاي اجيب تفاصيل المتغير. ثم بعد كده تعلمت ازاي اعرف رو وازاي اعرف كمام? اللي هي مصفوفة صفة ومصفوفة عمود. وتعلمت ازاي اعرف او ادخل على المثلاب مصفوفة ان في ان اللي هو صف في عمود ايا كان بقى عدل صف كان في عدل احمد اكام. طيب من ضمن العمليات اللطيفة والضريفة والمهمة ان انا عايز ايه? اعمل حاجة اسمها للمصفوف. يعني ايه الكلام ده? يعني ادور المصفوف. برضو يعني يا دكتور مش فاهم. يعني اخلي كل صف عمود وكل عمود صف. ازاي يعني? تعال كده في اربعة. في اربعة ده كان ايه? كان عمود اهو. صح? هدوس في اربعة واعمل ايه? او العلامة الابوسط دي. اهي. دي كده معناها ايه? تدور المصفوف. دوس كده بقت كان بقت ايه? بقت صف مش عمود. بس الحالة دي انا ما غيرتش في اربعة انا عملت مصفوفة جديدة. تمام? بقت موجودة فين? في الانس او الانسة. تمام? بعد ايه? دورت المصفوف. طبعا انا عايز اسايفها في مصفوفة جديدة. اقوله ايه? اولو دي خمسة ساوي دي اربعة. بص دي خمسة بقت ايه? بقت صف. طيب عايز ادور دي خمسة تاني. ادي دي خمسة. بقت ايه? بقت اعمل. طيب انا عندي المصفوفة اللي هي الايه? اهي. دي ينفع تتدور? يعني اللي لها هينفع ايه مشكلة? اهي. ايه? اعملت لها ايه? هتلاقي الدنيا عماية معك ازاي? اربعة خمسة ستة اربعة خمسة سبعة بدل ما هي صف هتبقى عمود. بص. الاربعة خمسة سبعة بقت اربعة خمسة سبعة في العمود. دلما قد صف بقت عمود. تمانية خمسة سبعة قد صف بقت عمود. تمانية خمسة سبعة. تسعة خمسة اتنين. تسعة خمسة اتنين. يبقى انا دلوقتي الترانسفوز ده بينفع على اي مصفوفة او على اي فيكتور ما الفيكتور هو ايه? هو جزء من مين المصفوفة سرقة نصف او عمل طيب لحد كده جميل اوي انا كده تعلمت شغل كتير اوي تعلمت ازاي استخدم المثلات كالكوليتور ازاي عرف متغير ازاي استخدم الهلم ازاي اعمل او ادخل اه او مصفوفة وتعلمت كمان ازاي اعمل لمين للمصفوفة طيب احنا دلوقتي بقى عايزين نعمل حاجة تانية شوية عمليات مهمة على مين? على او المصفوفات. تعالى نتكلم واحدة واحدة كده نشوف هناخد مسلا زي واحد ده كم ايه المنت? مش هعود عد بقى اقول كم ايه المنت? في عندي حاجة اسمها لنس نحفظ بقى لنس اوف اوف مين? اسم الفيكتور. اوف كزا? الفيكتور ده فيديك كام جوة مين? جوة الفيكتور. دوس ايه انتر? اداني كام? عشرة. اولا جيت عدتهم واحد اتنين تلاتة اربعة كمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. يبقى انا كده دي بتجيب لي عدد ايه? عدد الموجودة جوة مين? جوة الفيكتور. طب لو انا عندي مصفوف ام في ام صف عمود. مش هجيبها بلنس هجيبها بمين? هجيبها بصايز. حاجة اسمها انا عندي اسم مصفوف كم مين كم ايه? بص كده يجيك ايه? يقول لك كم صف في كم عمود. تلاتة في تلاتة. يبقى احنا كده اتعلمنا اللنس وتعلمنا اللنس ده اهو ايه هو? دي مصفوفة بالجيب لي عدد الموجودة جوة مين? جوة الفيكتور. طيب. بالجيب لي المصفوفة دي كم صف في كم عمود. يعني انا انا لو جيت قلت لك و جيت قلت لك اهلك 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 ايه? دي واحد. الحاجة دي هتطلع ايه? دي واحد ده رو صح? يطلع صف واحد في كم عمود? في عشرة اهو صف واحد في عمود. في عشرة عمود. تمام كده? طيب تعالي برضو نرجع للكلام اللي احنا كنا هتقوله. دي واحد اهو. انا هزالعب شوية حاجات كده عاملها على مين? على هفترض ان انا مش عايز كل دي. عايز اعمل لمصفوفة جديدة مسلا هسميها كيو. والكيو دي انا عايز فيها بصرة. واحد اتنين تلاتة اربعة. نحول هنا. نحول الرابع. لحاج. خمسة ستة سبعة. الايلمنت السابع. فاجأة عاملها ازاي? لو جيت قلت لك دي واحد اف. بص بص ده شكله ضغية. ده مش سكوير. بص عادي. من الايلمنت الرابع العنصر العنصر الرابع. الى ناخد ايه? التاني. يلا. ماشي يبقى انا عقلت ايه? اربعة مقطتين فبعض احنا بنسميها وبعد كده الايلمنت التامن. وايه? وقف القوس. وادوس ايه? وادوس ايه ده. يبقى المواصفة دي هتطلع لي كام عنصر الرابع. الخامس السادس السابع التامن. يبقى فيها خمس عناصر. والخمس عناصر دول كامهم ما تطلع ايه? اهيه. تسعة. العنصر الرابع. الخامس اربعين. السادس السابع التامن. يعني العنصر الاول في المصفوفة جدال كيو هو مين? هو العنصر الرابع في المصفوفة البيوح. العنصر الاخير في المصفوفة كيو هو العنصر كان التامن في المصفوفة البيوح. يعني انا استقطعت جزء من ايه? من اللي كان اسمه مين دي واحد. يبقى الكلام ده اقدر اعمله على مين? على سواء كان رو او طبعا هنا هاتلي مسلا كوروم. كوروم عندي هنا كان اوجع قليل اهو. فانا هنا اهو دي اربعة. دي اربعة وبتلاك. فانا هنا هقول دي اربعة. اهو ستة في واحدة. دي اربعة اهو بالنسبة لي ايه? تكونوا. فلو جديد. ده كده كم عنصر? اهو لنس. رف دي اربعة. طلع لي كان ستة نصر صح كده? فهاجه اقول له ايه? اقول له مصروفة جديدة مثلا او رو جديد. اقول له اس تساوي دي اربعة ونفتح القوس العادي مش تمام? واحط اقول له مسلا عايز من التالت بص باعتمالها هقولها دي لاند. افرض ان انا مش عارف اخر عنصر كامل. اقول له عنصر التالت لحد اند. لحد اخر عنصر. يبقى يديني هنا في الحالة دي اللي هو ستة يمين عشان هما ستة عناصر يبقى عنصر التالت والرابع والخامس والسادس يبقى كم عنصر اربعة. اهو. هذه التامن هذه العنصر الرابع واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اهو نقول عنصر التالت لاندلي عنصر التالت. طيب نقول تمانية ده العنصر التالت والرابع والخامس والسادس اهو. تمانية اتنين اربعة تسعة. نفس اللي كان مكتوبين. تمانية اتنين اربعة تسعة. تمام كده? طيب هما كان اربعة نصر. يبقى ده الطريقة دي اقدر اكتبها على ايه اكتبها استخدمها للرو سواء كان قصلي سواء كان رو او كل ان انا اكتب اسم وبين قصين قصين عاديين اقول له احدد له انا عايز من كام الى كام. طيب تعال بقى نتكلم على مين? على مصروفة صفف عمود اللي كانت الايه? مصروفة صفف عمود بالمنذر ده. هفترض ان انا همشي واحدة واحدة من الاول للاخر. هفترض ان انا عايز اغير قيمة واحد عنصر واحد. فاعمل ايه? انا عندي صف وعمود. اقول له ايه? اسم المصروف. قصين العاديين. واقول له ايه? ده بتاعك ده انت اغيره ده انهي في المصروفة. افترض مسلا الايه ده. الايه ده هو ايه? هو الصف التالت العمود التاني. يبقى. هاجي جوه كده الصف التالت. يبقى الاول دايما هو الصف. بعد كده العمود ايه? التاني. يبقى انا كده حددت له قيمة العنصر اللي جوه المصروفة. عايزه يبقى كام? عايزه يبقى مسلا مية. اهو. غيره. لي القيمة بتاعة العنصر اللي انا حددت له. الصف التالت العمود ايه? التاني. وهكذا بقى. يعني مسلا ايه? الصف الاول العمود التالت. وخليها مسلا خمسين او ستين. او الصف الاول العمود الكام التالت. كام ايه? ستين. نفس الان ايه? انا كنت ايله عليه. تمام كده ايه? انا ايه? هنا اقدر اغير ايه? قيمة ايه عنصر جوه مين? جوه المصروف. طيب افرض بقى ان انا عايز اعمل مصفوفة اللي احنا ايه بقى? بص بقى. باجي اعملها ازاي? انا عايز عايز مسلا الصف الاول والصف التالت والعمود التاني والعمود التالت يعني انا عايز ايه? الصف الاول والتاني والعمود التاني والعمود التالت انا عايز ده خمسة وستين واعايز ايه? مية واتنين. نعملها ازاي? احنا خدنا في المحاضرة ان انا باجي. رح جايلك ايه? بص بقى. ايه? وبين القسندول اقول لك من الى دي طريقة ومن الى دي طريقة. بس في الحالة دي في الحالة دي. انا هنا بتكلم على ايه? ان انا من الى يعني صف كلها وراء بعضها. طيب انا افرض مش عايز كده. افرض ان انا عايز عايز ايه? عايز اقول لك الصف الفلاني والصف العلاني زي ما انا كنت بتكلم من شوية. هعملها ازاي? بص بقى كده. هاجي هنا ورح جاي فاتح الوقومة والسكوير براكت. الاولاني ده بتعمين بتاع الصف. هقول لك ايه? عايز الصف في الاول زي ما قلنا مسافة الصف كان التاني. طيب تعالي هنا. عايز مين? عايز العمود التاني والعمود التاني. اتنين مسافة تلاتة. ادوس انت. تكتب لك عمل ايه? بص. بصنا عاديين براهو. ودي هنا سكوير براكت. وما بينهم مسافة. وبعد كده سكوير براكت وحط جوه ارقام العمودة. وقفل ايه? دول كده يمسلولي مين? يمسلولي الصف الاول. والصف التاني. يعني هنا الصف الاول والتاني بكل العناصر اللي فيه. فحدد بقى انهي اعمدة اللي انا عايزها العمود التاني والعمود التالي. فكده لما دول يتقاطعوا ايه? هاخد دول بس. اللي هو خمسة ستين خمسة سبعة. ايه خمسة ستين خمسة سبعة. تمام كده? طيب. افرد بقى ان انا عايز مسلا ايه? يساوي. عايز اقول له ايه? اوف. العمود التاني. اقصد الصف التاني الى التالت. كوما العمود الاول الى التاني. انا اخد ايه? الصف التاني والتالت. والعمود الاول والتاني. بص كده. الصف التاني والتالت. العمود الاول والتاني. هنا استخدمتي ايه لدي? ليه لانهم وراء بعض. لكن هنا ما كنوش وراء بعض. اهو. بس هنا اتبقى مختارهم وراء بعض. ماشي. بس ممكن نعمل لك مسال تاني مش وراء بعض. ماشي? طيب. لو تعني نعمل لك مسال مش وراء بعض. اتقلل الار دي. اهيه. ار واحد. يساوي. ونفتح. تبقصين. بس احط الاول هنا اسمي ايه? اسمي المصفوف اريد ايه? وافتح. تعالي ناخد هبدل في المصفوف. وعايز الاول الصف اللي يظهر لي في الصف الاول بتاعها يبقى الصف التالت في المصفوف ايه? وبعد كده المصفوف الصف الاول في المصفوف ايه? واجي هنا اخد الاول العمود التاني. اخليها التاني عشان تبقى ايه? زي الاولانية. وبعد كده العمود هي التاني. لو اخي بالك انا عملت ايه? انا بحضلت المصفوفة. بواسطها خالص. انا هياخد الاول الصف الاولان اللي هيبقى في ار واحد هيبقى هو التالت في الايه? ثم بعد كده الصف اللي هيليه هيبقى مين? الصف الاول في الايه? والعمود الاول في المصفوف ار واحد هيبقى هو العمود التالت. العناصر بقى اللي موجودة في الصف ده والصف ده من العمود التالت. ثم العناصر الموجودة من الصف ده والصف ده في العمود التاني. طب ما تعال نجرب اهي. انا خدت مين? الصف التالت الاول. فبقى اتنين. ماشي. اهي اول قيمة. وبعد كده اللي هتليها مين? اتنين. انا بتبص انا خد التلات صف التالت العمود التالت. اللي هو مين? اللي هو ده. بعد كده هيليها الصف الاول العمود التاني. الصف الاول العمود مين? التاني اهو. الصف الاول العمود التاني اللي هو مين? الصف الاول العمود التاني. هو رخبة ضد دنيا دي كده. صف التالت العمود التالت اللي هو مين? اللي هو الاتنين. بعد جدا الصف الاول العمود التالت. الصف الاول العمود التالت اللي هو الستين. اهو. الصف الاول العمود التالت. ماشي? طيب. هنا الصف الاول الصف التالت الاول العمود التاني. الصف التالت العمود التاني اللي هو مية. دي تاني عنصر هنا اهو. اهو. بعد كده الصف الاول العمود التاني الصف الاول العمود التاني. يبقى على حسب ما انت بتقوله هو بيعمل. هو بينفس. تمام? فاحنا هي دي طريقة تانية اهو. عملت صب متريكس جديدة ار واحد. بس لخبط الايه اللي كانت موجودة في مية المصروفة ايه على ما انا عايز. انت له عايز الصف في التالت الاول. ثم بعد كده الصف الاول. العمود التالت الاول. بعد كده العمود ايه? التاني. تمام. دكتور انت قلت كلام كتير لخبط الدنيا. معلش. بس هي اسيات لازم تبقى خامنة. طب افرض بقى ان انا عايز اقول له الايه اللي هي تلاتة تلاتة دي يعني هي كلها كانها كولوم واحد. اهي. شفت. ايه? بدون قصين كده. الكولوم ده. اهو. بص رح رصيس لي المصروفة كلها. بص ايه? المصروفة كتفين? ايه اهو? المصروفة كتف ايه? اربعة تمانية تسعة. اربعة تمانية تسعة. بعد كده حط تحتها خمسة خمسة مية. بعد كده ستين سبعة اتنين. اهي. وبعد بكت باسم المصروفة وبحطها اتنين المصروفين من فوق بعض اللي هو كولوم ده بين القصين اللي عاديين وادوس عنده. رح جعب لي نصروفة كلها على انها فيكتور ايه واحد. بياخدها ايه? العمود الاول. ثم العمود اللازي ياليه. اللي هو التاني. ثم العمود اللازي ياليه التالت ولو فيه غيره ايه نفسك بص. تمان كده? تمان. طيب. في ايه تاني بقى? لو انا جيت قلت لك. احزف لي اي صف من دول. اعملها ازاي? باجي تيجي تقول لي بص تيجي تقول لي اهو تحدد لي الصف. فتحدد للصف ده ازاي? تعالي الاول نتكلم على تحديد الصف الاول. ثم بعد كده اواريك بتحزف ازاي? انا هنا. الماتريكس ايه دي? لما حطيت الكولوم ده معناها ايه? كل العناصر اللي جوة مصفوف. صح? تمام. لو جيت قلت لك ايه? والصف الاول وكومة كولون. يعني ايه? الصف الاول كل العناصر اللي فيه. ده انا عايز كده عايز ايه? عايز صف الاول كله. اهو. طب لو قلت لك ايه? وايه? كل العناصر اللي موجودة في الصف الاول وكومة العمود التاني. طبعا انا كده انا عايز ايه? عايز كل للعناصر الموجودة في مين? في العمود التاني. اهو. هو خمسة. خمسة ميد. تمام? تمام. يبقى كلهم ده نعم ايه? بحدد له انه صف وانه عمود. تمام? وايه? واقوله ما عايز اعمل ايه? يعني معنى كده ان انا ممكن اقول له. اهو. الصف جميع الصفوف والعمود التاني. وهدي له يساوي. واحطو له قيم جديدة. خمسة. ده مش خمسة بقى. نغير تسعين تمانين سبعين. اغس ايه? اغس انت. اغس غير لي مين? خمسة مية وتسعين تمانين سبعين. غير لي مين? عناصر العمود التاني. يبقى زي ما انت اقيل له. هيروح يعمل ايه? يروح ينفس. طيب. لحد كده عرفنا ان انا ممكن اغير عناصر اي 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 صف او اي عمود زي ما انا عايز. ممكن اغير ايه او اغير ايه? الرو كله او الكلوم كله. لو افرض بقنا انا عايز امسح كلهم ده او الروح. امسحه ازاي? بقى اقول له العنصر اللي انا عايزه اهو. تمام? انا هنا ايه? ده العمود الجميع الصفوف العمود التاني. اهي. جميع. دي كده معناها جميع. جميع الصفوف العمود التاني. واديله اسم المصفوفة وحط القسين فضيين. اهو. مسلمين على بعض كده فضيين. وادوس انت. هيعمل ايه? هيمسحني العمود التاني. هنا. بصوا احنا الغلطة هنا كانت مكتوب في ايه? 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 لا احنا بحطهم ايه? قسين فضيين. عشان يبقى ايه? وادوس ايه? وادوس انت. عمل ايه? مسح لي العمود التاني اهو. العمود كان ايه? العمود التاني كان سمائة تسعين تمانين سبعين. فصح لي اهو. طيب انا بعملها ازاي? ايه? واحط جواها. مسلا. خليها مسلا بقى ايه صف? واجه اقول لك مسلا. الصف الاول. وقومة ايه? كل اللي اعملت. واحط دي بس ما حطولش اسم المصفوف. اسم المصفوفة لما انكتبت هنا فهلي انت كده بواسط ال دايمينشن. دايمينشن لازم تبقى ايه? تبقى ماتشن. فانا بحط الكوسين فضيين. بس. ادوس ايه? ادوس انت. تمام? فمسح لي مين? مسح لي كده ايه? الصف الاول. كل الاعمدة معناها الصف الاول كله. تمام? يبقى انا عرفت ازاي امسح مصفوفة. امسح اه صف او حمود من المصفوفة. ولو انا عايز اصفر المعين خلاص انا بعمل قيمة العنصر ده. تمام? بحدد له. هو مكانه فين جوه المصوفة. احطه جوه ايه? وحطه جوه سفر. يعني مسلا هنا ايه? اف. مسلا كان اا واحد كومة اثنين. لما دا كده الصف الاول الى العمود التاني. الصف الاول العمود التاني. هو مين? ده هو سبعة ده. اقول له يساوي ايه? يساوي سفر. اوه. بقى بصفر. اقدر اغير قيمة اي هلمينت. اقدر اغير قيمة اي روح او اقولهم. اقدر اغير قيمة اي روح او قيمة اي هاي. اي قيمة. تمام كده? طيب تعالى بقى. بنتكلم مسلا لو عندي ايه? واحد يساوي اربعة خمسة اربعة ستة. تمامية تسعة عشرة اربعين خمسين ستين. ايه عندي هنا ايه? ايه واحدة ايه? مصوط رجل افتلان. خدنا في المحاضرة حاجة اسمها دياجونال. دياجونال ده بيحسب لي ايه? عناصر دياجونال بتاعة المسلول. دياج اف ايه واحد. بص كده هتطلع لي ايه? طلع لي ال خمسة والتسعة والستين ايه. يعني عناصر دياجونال بتاعة مين بتاعة المسلول. طب في عندي حاجة تانية اسمها ايه? اسمها ان انا اعمل جينيريشن. جينيريشن. لمصفوفة الوحدة اللي هي الاي. الاي ده. لو انا هجينيريت مصفوفة سكوير يعني مصفوفة سكوير يعني مصفوفة عدد الصفوف تسوي عدد الاعمدة. فلو هكتب له اي وليمقصين مين الرقم بتاع مين بتاع عدد الصفوف والاعمدة ماردين زي بعض. هجاء اقول له ايه? ايه? اف تلاتة مسلا. رح اعمل لي مصفوفة ايه? مصفوفة الوحدة اهي? اللي هي الدياجونالبوحيد والباقي كان صفار. هجاء اقول له مسلا اي اف سبعة. ايه? كل عناصر الدياجونالبوحيد والباقي مين? صفار. طب لو انا عايز اعمل مصفوفة اي بس ايه? بس ايه? هدا الصفوف اجري عدد الاعمدة. اقول له هاي. وحدد له عدد صفوفه مسلا اتنين. وقومة عدد الاعمدة كان تلاتة. اهيه. بس او. واحد وواحد والباقي ايه? صفار. طيب. افرض بقى ان انت عايز تاني اللي مصفوفة كلها وحية. او اللي مصفوفة كلها ايه? صفار. فباجي اعمل ايه? اقول له زيروز. واقول له عدد الصفوف وعدد الاعمدة. وانز عدد الصفوف وعدد ايه? الاعمدة. اهي. زيروز زيرو واس. زيروز اف. عايز مصفوفة كلها ايه? مسلا اتنين وعدد الاعمدة ستة. اهي. بس داني مصفوفة كلها صفار. صفين في ستة اعمل. طيب. عايز مصفوفة وانز. اف اربعة. وتلاتة. اربع صفوف في تلاتة اعمل. ايه. بس داني مصفوفة كلها وحية. تمام كده? يبقى مصفوفة مصفوفة مهمة قوي. مصفوفة مهمة قوي. تمام? ازاي استخدم تمام? كل ده ايه? مهم قوي. طيب. في عندي ينقص دي. ايه? في عندي حاجة اسمها راند. راند ده اللي هو مين? ان انا بعمل مصفوفة. عناصرها ايه? ارقام راندم. يعني اجي اقول له ايه? اقول له مسلا. او. سي لسي. اقول لك هنعمل مصفوفة اسمها دي. يساوي عناصر راندم. وانو الراندم دي كان تلاتة كومة سبعة. طيب انا هعمل مصفوفة انا اصرها راندم عشوائية. تمام? وتلات صفوف في سبع عملي. اهي. ارقام عشوائية. انا ما قولتوش اي حاجة هو اللي بيجيء من لها بمذابي راندم. اي ارقام راندم. تمام? الارقام راندم دي كان صف تلات صفوف في سبع عملي على حسب ما انت عايز. والحد كده يا شباب انا خلصت اللاب بتاعنا النهاردة هو اللاب كان بسم شوية. بس ده ملخص اه اهم حاجات جاد في مين في المحاضرة بتاعة التعامل مع او التعامل مع المصفوفات. اللاب ده مهم جدا 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 جدا. والمحاضرة دي مهمة جدا 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 فهو ما تتخيل. حضرتك لازم تتمرن على كل الشغل اللي احنا عملنا ده ويبقى الموضوع ده مستصاغ لك كده ولسهل. جربوا مرة واتنين وتلاتة لحد ما تفهمه ويبقى الموضوع بالنسبة لك حاجة طبيعية عشان الكلام ده بعد كده هيبقى اساسيات في الشغل مش هنرجع نشرحه تاني. لو حرطت منتلخبط فيه مرة معلش ارجع راجعه تاني. منتلخبط تاني ارجع عمله تالي. لحد ما تحس ان المفاهيم الاساسية دي بالنسبة لك بقت مفهومة ومهضومة كويس جدا عشان الكلام ده هنحتاجه قدام. لو سمحت ما تكسلش. لو سمحت اعمل لعليك. عشان فعلا كل ده هنحتاجه في الشغل بتاعنا في المحارات اللي جاية. فمش عايزين كل شوية نقف عنها. وبالتوفيق يا شباب ونشوفكم ان شاء الله على خير في اللاب اللي جاي. يا بس سلام عليكم.